سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بك في الجودة رقم 9 من بطورة العين للشطرنج الكلاسيكي ألعب بالقطع السوداء ضد الأستاذ الدولي عبد الحميد العروسي هذا الرجل يلعب شطرنج يمكن من قبل ما نتولد يعني خبرة كبيرة جدا لو دخلت على قاعدة المباريات أو القاعدة البيانات بتاعت الشطرنج على الميجا مثلا هتلاقيه لعب مع ياسر سيروان في التسعينات هتلاقيه متعادل مع 2550 قبل كده يعني هو تاريخ عارف شخص تقيل شطرنجيا وصل 2300 هو دلوقتي 2069 لكن زي ما تقول كده يدبى للورد ورحته فيه يعني هو دايما قوي هو دايما قوي إنبارح مثلا اللي أنا سمعته أن طلع العاشر في بطولة البلدز فهو لعب لا يستهان به طورت في الداتابيز على أي مباراة بيدأ ملك يلعبها ضد الكاروكان ما لقيتش غير مباراة وحيدة وبيلعب فيها كلاسيكال فارييشن فمعرفتش يحضر حاجة قلت اللي هيلعبه وهلعب عليه وخلص يعني لايك لازيز ويعني تشترج في القناة ويلا بينا ماشي الإيد هتيجي هنا أيوة أنا مبسوط أنا مش عايزك تقلق خلص يعني أوكي يلا بينا بدأ وزير من الأستاذ عبد الحميد بدأ وزير أنا معرفش هو لعب النقلة دي قبل كده ولا لأ ما بصتش بس هو بيحاول يخرج من كل الثيوري أو النظرية بتاعت الافتتاح ويلعب شطرنج من بدري برضو معرفش ليه عمل كده هل معتش بيحب يحفظ لاينات وثيوري وبقى الموضوع عبارة عن اللي مستوى أحسن هيقدي أحسن ولا عايزي يفاجئني أنا مش عارف بس هي أنا ذاكرت اللاين دا كتير لأن كابتن سايد عبد الحميد بيلعب الفيريسوف ولعبته معاه على القهوة كتير جدا واتفرقت على فيديوهات نلعب قدامه إزاي فأنا عارف الفيريسوف فلما شفت النقل ما قلقتش الحصان البشب خد بالك البشب لو طلع واحدة بس الحد هنا بيبقى اسمه جوباذا لندن وعشان رابور ما يزعلش عشان بيلعبه فبقوا بيسموه رابور جوباذا لندن ماشي لكن دا البيور فيريسوف اتاك ريختر فيريسوف والآن الحصان يدعم صديقه لكن في المقابل أفل على الفيل تاني أكتر نقلة ملعوبة على الداتابيز هي خروج الفيل وده بيسمح مباشرة بأنه ممكن يأكل ويعوج للبيادة ونخش الشكل غير متوازن لكن الأولى على الانجن على الداتابيز إن الحصان يحمي صاحبه يخرج بالحصان الآخر هنا على فكرة فيه لينات كتير جدا لو هو لديه خبرة كبيرة في هذا اللاين يمكن كان دايقني F3 في E4 ملعوبة Queen D3 مباشرة بفكرة الزحلاء هنا أو هنا حسب الظروف ملعوبة لكنه لقى بالحصان الحصان دي رقم خمسة على الانجن الأولى على الداتابيز والأولى على الداتابيز هنا أيضا هي G6 Bishop G7 واللعب على الوطر لكني لعبت E6 يبدو لديك هذا الشكل كأني بلعب الفرنسي ما أنا قفلت الفيل يعني ده مش كاروكاني الكاروكاني الفيل برة أو سلاف السلاف الفيل برة إنما ده فرنسي على الآخر بس ما تنساش إن أنا بلعب Queens Gambit Declined فهذا الشكل مشهور في ال Queens Gambit Declined الآن لو عاوز يديقني بجد يخلي الفيل ده سيء ويلعب E3 Bishop E7 Bishop هنا ويحاول يلعب هجوم على الملك بهذه الأفكار لكنه لعب الأولى على الداتابيز E4 وهنا الانجين بيقول إن نقلتي مش أفضل نقلة هي التانية على الانجين والتانية على الداتابيز الأولى بيقولك H6 دلوقتي سؤال للفيل دلوقتي وإذا أكل أكلت دفع البيداء رجعت قدام موجودة وورا موجودة وتضرب الوسط بC5 ولسود أفضل قليلا بيقوله 4 من 10 جدير بالذكر إن الشكل ده أنا ملعبتوش كتير الشكل اللي هو اللي شبه الفرنسي بE4 ده لكن عادة بشوف E3 وBishop ما هي هيدايقني آه بس أنا عارف الأفكار برضو قابلته يعني وعادة يا أخوانا بدام هو ما شاركش في الوسط بالC4 وأنا عندي C5 ويأكل ويبقى عندي 2 على 1 في الوسط دايما أنا مش وحش دايما أنا كويس E4 لعبت الآن أكل أكلت ولا يبت بش بE7 آه أنا اللي أكلت الأول دي الانجين مش عاك بيقولك H6 أولا بس أنا أكلت كويس ما فياش حاجة 3-8 يعني والتاني على الانجين كسرت الربطة والآن أكل طبعا هنا أيضا لو كان عاوز يلعب على مكاسب أو يخلي الفرص موجودة يمكن كان سحب الحصان ودي ملعوبة على فكرة نقل رقم 3 على الـ بيز 9 مرات ملعوبة ونسبة مكسب الأبيض 44% نقلة كويسة جدا لكن هو أكل وهنا أول سؤال تاكل بالحصان ولا بالفيل هاعتبر نسيتك رجعت الأولى على الانجين أني أكل بالفيل عارف أنك قلت بدم الحصان جاء يحمي صاحبه فنأكل بالحصان لكن ما حبتش كده هو عنده وقت كافي أنه يطلع بالفيل على الوتر وبعدين يحاول يبقى يكسر ويلعب على الوتر ده متات الانجين بيقول بعد التبييد كوين E2 ويحاول يكسر ويلعب يعني لو عملته مصيبة زي دي مثلا مثلا يعني كده كده وكوين هنا هات البتاع وهات الحاجات وأخب بالك فبستموف أكل بالفيل تعالى عايزين نكسر كمان الأكلة بالحصان بتسمح بنايت E5 والحصان بيبقى مزعج لا يا سيدي لعب H4 بسرعة ولعبت H6 سؤال لهذا الفيل لو أنت والله مشيت مثلا فأنا هضرب الوسط والوتر ده هيتفتح مش شكلته عاده لي لو أنت يعني لو أنت أكلت الوتر يتفتح ما أكلتش قديني بناكل وخلاص مفيش حاجة فلعب بستموف أن يأكل مباشرة ما يضيعش وقت سؤال تاني تاكل دلوقتي بالوزير ولا بالحصان الأولى على الانجين تاكل بالوزير ليه عشان مش عايز دي تيجي وكمان عاوز تلعب E5 وتحرر الحصان والفيل يلعب من بعدي سريعا سريعا قد لعب QD2 وهنا أعدت أفكر كتير يا ترى أضرب الوسط ومثلا لو أكل أكل هنا بتمبو ولا أضرب E5 عشان الفيل يشتغل دايما دماغي بتقول لو ضربت الوسط بهذا الشكل هو ممكن ما يعبرنيش ويبايت طويل أصلا واللي استفدته دلوقتي إن في النهاية هيبقى عنده 3 على 2 ممكن يعمل بدأ سالك كمان فيلي ملعبش حتى الآن يعني مازال مقفول عليه بالE6 وعاوز ألعب E5 بس دي بلندر لأن بعد ما أكل يأكل بيربطني واخسرت قطعة طب أعمل إيه E5 فاشل لو C5 مش عجباني عموما ضرب بالوسط وإنت لسه في الوسط مش حلو هو كمان في الوسط بس هيبايت في لحظة فقلت في بالي أنا الآن من إيه من هذا الهجوم بعد ما كوين دي توت لعبت الحصان معاتش محمي وبالتالي هذا الهجوم مش جاي فلعبت باستموف عدتة بيزوع الإنجين تبييت بيت طويلا وهنا باستموف عدتة بيزوع الإنجين E5 لكن قبل ملعب ال E5 والوحيدة أي حاجة تانية 7 من 10 و 1 و 1 و كده دي 3 من 10 الوحيدة لازم تحسب حسابات كتير هذا الرجل ذو الخبرة الشطرنجية الطويلة جاي يكسب عشان ياخد مركز وياخد جايزة أو على الأقل هذا ما يفكر فيه لا أعلم ما بداخل عقل هو يعني لكن هكذا المفروض أن هو يفكر فإذا لعب مثلا الدفع البيدقية أو فكرت في لاين تاني قوي جدا أن يتركني ويعمل حاجة زي كده وقلت ممكن يأكل هنا وما قدرش يأكل لأن فيه كش بس فكرت في حاجة تانية أنه يرمي الحصان كده ولو أنا كالت بياكل وبيبهدلني الوزير دلوقتي مضطر يمشي وبعدين الكش جاية ويرجع تاني فوق ثلاثة فممنوعة تأكل البتاع ده لكن حسبت عليها 9C5 ولو دخل هنا دلوقتي عاوز يكسب فرق باكل بكش ولو أكل هنا دلوقتي حامي وما زال عاوز فرق عند الكش يمشي وحط الفيل أكسب قطعة فهذه الأفكار مش عنده بقولي الكلام ده ليه لأن الناس مفكرة أن يا سلام ضرب الوسط بE5 عشان يأكل 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 والفيل يلعب لا يا حبيبي والله لو كده كان زمن الموضوع بقى سهل قوي هي مش ماشية كده في حاجات كتير قوي احتمالات كتير قوي ما بتطلعش للنور أو تفريعات ما بتظهرش للنور لكن لازم تعدي على مخك وانت قاعد أو ما لحنا حرقنا الوقت ده كله في ايه هنا فكر قليلا مش قليلا فكر ماليا ولعب روك E1 مفيش مانع خش نهاياتي يا دكترة بس الرخ بتاعتي ممكن تنزل سبعة خلي بالك فيه مفاجأة هاولهلك كمان شوي مش بقولك كده عشان تكمل فيه مفاجأة بجد اكلت اكل هنا طبعا كان حوار العب C5 وطبعا C5 قوية لانه لو اكل اكلت وحرمته من نايت دي فور نايت هنا ويخش دي شكل صفار لكنه مش مضطر يأكل بعد C5 هو ممكن يلعب حاجة زي كده بعد ان يحط الفيل هنا ويلي هاتمتات فما لعبتهاش فكرت 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 بستموف على الانجين وزيت في وزير ودماغي كلها انه حياكل وحاسب بقى البلاوي دي فهنا غطست بتاع ربع ساعة ولا عشر دقايق مدة طويلة ولعبت نايت بي سيكس مين لعب نايت بي سيكس قبل كده في هذا الشكل فيكتور كورشنوي دي المفاجأة ضد بيتر ليكو سنة 1998 هذا الشكل لعب من اول المطش لحد اخر وزي ما احنا لعبناه كده وتلعب كمان نايت بي فايف المفاجأة بقى ان بيتر ليكو لا سوري مش بيتر ليكو فيكتور كورشنوي لعب سي سيكس ودخل الحصان في هذا المربع طلب الحصان الفيل طلع بحيث لو اكلت تاخد كش مات الملك جه بعد عن المات وبعد اكل اكل انها المباراة انتهت بالتعادل بعد البشي بورخ شكل صفار دي التانية على الانجين سي سيكس التانية على الانجين الاولى على الانجين هي اللي انا لعبتها ودي نوفلتي او مرة تتلعب سايب البيدأ بس لو اخد البيدأ بطلبه وعايز اكل هنا المشكلة انه بيقدر يحمي بس انا كنت محضر نايت اي وان والان اذا اكل باكل بكش وبسترجع القطعة بتاعتي والنشاط بتاعي هنا فظيع لان الروح دي ما بتلعبش الفيل لسه ما طلعش مكانه الكيش الكيش البيدأ هنا فيه متات لو اخر البيدأ التانية فيه متات كيش في كيش مات فالنقلة دي قوية لعب بيشب اي 2 ما دخلش بقى في التفريعات بتاعت اكلة البيدأ والكلام ده لعب بيشب اي 2 ولعبت اي 6 من نفس الفكرة لو اكلت هطلبك عادة بتمبو على الفيل تلعب ايه لو كنت مكاني بالاسود النقلة هي بيشب اي 4 وقبل ما تلعب بيشب اي 4 لازم تفكر لانه دي قطع الوقتي مش محمية فممكن يكشف فكرت انه لو كشف مثلا باكل الاول بيطلبني باكل بياكل باكل معايا بيدأ كامل زيادة وبيادأ ضعيفة على هذا الجناح هذا الشكل ممتاز لكن دلوقتي لعب F3 وF3 خلت الفيل دا سيئ جدير بالذكر انك ما ترجعش على الوطر الاخر لان الحصن دا لو دخل هنا هيديقك فارجعت H7 بستموف مرجعت الجي 6 لانه مش حاوز وياخد النقلة دي بصراحة فارجعت فكر ماليا ثم قال لنفسه الفيل دا سيئ انا لازم احط الفيل دا هنا تاني وانا رجعت تاني حط الفيل في وش الفيل اكل تأكل وجبت الرخ الاخيرة في المباراة لعب G3 يعني اعتقد G3 عشان يمنع الضربات بتاعة نقلة 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 وقائية وانتظارية شوف عندك ايه وجبت الرخ الاخيرة في المباراة وقعدت فيها مدة طويلة على فكرة النقلة دي انا مخلص معايا نص ساعة هفين على رقم 22 بعد نايت E5 انا عاعد بقى بفكر F3 يخش هنا اطلب يحمي شكل صفار A او يمكن يحمي كده كمان شكل صفار A بس ليه ليه تعمل هذا الاضعاف ليه تغير البون ستراكشر على رأيك ابتنا احمد الخطيب والامور متماسكة فارجعت بالحصان تعال نكسر كمان رجعت الحصان مهمة علشان انا عايز احرر البياد دي ليه لو مثلا لعبت اي حاجة كده مثلا انا مش عايز ده يحصل الضغط هنا ده فالنقلة دي مهمة يا اما اجي كده في كده في كده يا اما اجي كده في كده بعد ما الحصان يمشي مثلا لكن اللي اصده في الاخر ان البدء ده يبقى حر يقدر يتحرك اكل وعرب علي تعادل وقد وافقت الفكرة ان اللي يحاكل حاكل حاكل شكل صفار يا ولدي صفار على الاخر بعد ما يديني كيش امشي يلعب اف فايف مثلا الرخ تتزحلق في دي فايف شكل تعادلي جدا ما فيوش اي مشكلة وانتهت المباراة معي ستة ونص من تسعة ادعو لنا في الجولة الاخيرة الامور تبقى كويت ان شاء الله اراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته